النهاردة الجرنام بتاع أخبار اليوم هو مش النهاردة بس هو بقاله فترة كده بيعمل تقارير لطيفة قوي تقريبا كده تقريبا متعلمينها من آخر كلام يعني تقريبا لما أنا دعيت الناس أنها تاخد كورس إعداد عندنا في آخر كلام ويتفرجوا على البرنامج ويحاولوا يعملوا زيه فأخبار اليوم بتحاول تعمل زينا اللي هو ايه بتعمل تقرير مجمعة تجيب فيه أسامة جويش وتجيب فيه بعض الإعلاميين الآخرين المعارضين وتحط واحد واحد كده أقولك وقد صرح المش عارف ايه الهارب بأن هناك تجريف للأراضي وتهجير للناس والكلام ده كذب وافتراء لأن الوزير الفلاني قال والحكومة الفلانية قالت وعوضنا الناس والرئيس قال ورئيس الحكومة قال فهم الحقيقة بيفحمون جدا أخبار اليوم أفحمتنا وإحنا من كتر الإفحام اللي إحنا كنا فيه فكرت أن أنا ما طلعش حلقة النهاردة لأني مش عارف الحقيقة أطلع أقول ايه فقرر أن إحنا نتجاهلهم أصلا ما نتكلمش عنهم طب حد أقولي ما انتكلمت عنهم أو آه لأن إحنا بنناقش خبر أنا متأكد أن الموظفين المخابرات العامة برضو اللي في أخبار اليوم هيشتغلوا عليه وهيطلع بعض يومين يعملوا التجميع الخيبة بتاعتهم وإقول لك وقد صرح فلان اللي مش عارف ايه الهارب أسامة جويش في مش عارف قناة ايه الإخوانية بأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية تستمر في إزالة المناطق الخضراء دي القصة اللي عندنا النهاردة أنا بس يعني بلفت انتباه كده الصحفيين مش عايز أقول صحفيين الناس اللي شغالة في أخبار اليوم تعالى تعالى في مصلحة في الفقرة دي هتشتغل عليها اليومين الجايين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية مستمرة في عمليات تجريف اللي بتعملها في القاهرة في الجيزة في اسكندرية وعمليات إزالة للحضائق والأماكن العامة لصالح القوات المسلحة المصرية وبناء مشاريع استثمارية هم بيقولوا بتعود فوائدها على مصر لكن هي الحقيقة بتعود فوائدها على موازنة جهاز المشروعات الخاصة التابع للقوات المسلحة المصرية واللي هو بعيد عن موازنة الدولة عندنا قمة مناخ آه عندنا قمة مناخ لكن مصر بتهدي للعالم القوات المسلحة المصرية بتهدي للعالم الفيديو اللي جاي قالك احنا مش بنجرف الحديقة الدولية احنا مش بنجرفها لا تستمعوا للشائعات نحن نزيل بعض المساحات الخضراء الضئيلة من اجل تطوير مساحات اكبر ووزير البيئة هتطلع تقول اصل التلوث ملوش علاقة بالمساحات الخضرة والشارع الديا اللي فيه شجر فيه تلوث اكتر من الشارع الواسع اللي ما فيه الشجر ومقعدة معرفش جابتها منين لكن احنا النهاردة الحقيقة بنحاول نتكلم ونحن على مشارف طمة المناخ سبعة وعشرين عن يد النظام تمتد لكل ما هو جميل الراجل ده الحقيقة هو ونظامه عندهم مشكلة مع الخضار عندهم مشكلة مع البيئة عندهم مشكلة مع المساحة الخضرة وده مش كلامنا يعني لما يطلع مبارح ينفي موضوع الحديقة الدولية فالنهاردة نلاقي ان الهاية الهندسية بتواصل ازالة وتجريف حديقة اللوتس اللي هي في منطقة قريبة من مدية ناصر برضو طب انت يا عميك تعمل ايه؟ الناس انبارح قالت لك الحديقة الدولية وضغطوا عليك واحرجوك ونشروا الفيديو اللي نشرناه فطلع صوبيانو في الاعلام قالوا لك لا احنا ما بنعملش والحديقة الدولية دي حاجة تاريخية ولا يمكن المساس بيها فالنهاردة الهاية الهندسية قالت لك بقولك ايه ما تسيبهم هم مشغولين في الحديقة الدولية خش يا جدا على حديقة اللوتس هاتها على الارض طب ليه؟ عشان هنعمل ايه؟ بص بقى الجمال لاستغلال الارض في انشاء جراش للسيارات ومحل تجارية ايه؟ اه احنا هنشيل الحديقة بتاعة اللوتس مش عشان هنعمل حديقة تانية مش عشان عندنا مشروع تشجير مثلا اتنين مليون شجرة لا احنا هنشيل حديقة اللوتس عشان والله مزنقين في جراش عندنا شوية عربيات مش عارفين نحطها فين وشوية محلات تجارية كده برندات هجيب لنا فلوس حلوة انا مشقلت لك في الفقرة الأولانية الراجل ده قالك هتدفع هوريك اللي عمرك ما شفته اهو اللي عمرك ما شفته ده هو ده بالظبط اللي احنا بنشوفه لأيام ده فيه ازالة الحضار اهو ده اللي عمرنا ما شفناه اللي عمرنا ما عشناه في أي بلد ولا عشناه في مصر حتى يا ربي اهو بيورينا اللي عمرنا ما شفناه طيب بيقولك أن العواعد بتاعت المشروع بتروح ليه جهاز الخدمة الوطنية بعيد عن موازنة الدولة طيب هل حديقة اللوتس هي الحديقة الوحيدة الحقيقة لا في حدائق أخرى زي الحديقة الدولية وحديقة الجولف وحديقة الفنون كلها حدائق في القاهرة وتم إزالتها لصالح مشاريع استثمارية للجيش واستثمارات أخرى الدولة الحقيقة بتقول احنا لا نقوم بتجريف الأشجار النادرة بالحديقة الدولية وقالت أن ده مشروع لتطورها ورفع كفائتها إزاي بقى يعني أنا نفسي أعرف يا جماعة والله أنا ما بفهمش في الزراعة مش هطلع أقولك أن أنا خبير في الحشائش والمناطق الخضراء بس أنا حضرتك مش فاهم أنت بتطورها وبتعمل إيه وبترفع كفائتها بجرار داخل يشيل الزرع إزاي والله يا جماعة حد يشرح لنا يعني خبير في الحاجات دي يطلع يقول لنا إزاي يعني المشهد ده نفسه أصلا كفيل إنه هو يجيب صدمة نفسية لكل الحشائش الخضراء فتموت من الخضة انت جاب لهم جرار وداخل تجريف قدامك كده ما شاء الله ماشي 200-300-400 متر منازل واكل كل الحشائش الخضراء لقدامك لكن الدولة بتقول لنا ما تقلوش يا جماعة احنا بنعتذر على المشاهد الصادمة لكن احنا بنطورها نا جميل هنصدقك وانتوا بتطوروها الحديقة الدولية طبعا بيعود تاريخ إنشاءها لسنة 1987 طبعا كانوا بيقولوا إنها تاريخية وكده على أساسنا 87 ده تاريخ كانه رسود احنا أنا مولود قبل 87 فعلا كده احنا كمان بينا جزء من التاريخ الجيش استولى على حديقة الميرلند اللي تأسست عام 1949 الحكومة توسعت في إزالة مناطق خضراء في القاهرة في الجيزة في الإسكندرية الهدف قالوا استغلال الأرض في أنشطة استثمارية احنا بنقولها غالبا بتكون لصالح القوات المسلحة المصرية وطبعا ما ننساش أبدا وما ينساش الرجل ده معرفش بصص لي ولا بصص فين أنه مصر تستضيف مؤتمر المناخ أو قمة المناخ كوب 27 في شهر نوفمبر المقبل طيب الناس الحقيقة تفعلت إزاي مع الخبر ده مع إزالة المساحات الخضراء بهذا الشكل العشوائي تعالوا نشوف طيب الملك الحزين بتقول إزالة حديقة اللوتس المواجهة لمحكمة مدينة نصر بالحي السابع وتجريفها بالكامل وذلك لإقامة جرس سيارات ومجموعة كافيهات النظام العسكري يأكل الشعب والأخضر واليابس ولن يترك مصر إلا خرابا بعد أن يجفف النيل دي صورة من الحديقة سنوان مش كده أه سنوان بتقول أو سنة بتقول تجريف حديقة اللوتس اللي هي من أكبر حدائق مدينة نصر ومتنفس لسكانها ضمن مبادرة خلق مئة مليون شجرة في مصر يأجوج ومأجوج لما هيجوا مصر مش هيلاقوا حاجة يخربوها والله أنا بشكرك يا سنة على التشبيه خدت بالك من المبادرة خلق مئة مليون شجرة كنت بقولك مش مبادرة زرع مئة مليون ولا تنين مليون لا لا إحنا هنخلع مئة مليون شجرة وعلى رأيها لما يجي يأجوج ومأجوج مش هيلاقوا حاجة في مصر أصلا يخربوك تغريدة تانية من الأستاذ هيسم أبو خليل الزميل والإعلامي في الشرق بيقول جرفات الإخوان تدمر وتجرف حديقة اللوتس في مدينة نصر أمام المحكمة من أجل قيام الهيال أندسية الإخوانية بعمل سبوبة وجراشات ومحلات مكانها يسقط حكم الإخوان وأهل الشر أعداء الحياة والطبيعة محب القتل والتجريف يسقط حكم العسكر حديقة اللوتس طبعا شيل الإخوان وحط حكم السيسي لايال أندسية للقوات المسلحة المصرية أو اعمل العكس بقى تخيل أن التغريدة دي كتبها هيسم أبو خليل بجد أيام مثلا الرئيس محمد مرسي وأيام حكم الإخوان تخيل الإعلام كان هيعمل إيه؟ تخيل تخيل إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى قال لها لا مع البيئة ولا بيفهم فيها كان هيطلع يقول لك البيئة يا ظلمة وعمر قديم كان هيطلع يقول لهم حديقة اللوتس يا كفر يا أولاد الكلب مش كده مش طلع أقل كده خمس تلاف جنيه يا أولاد الكلب نظامكم مش عارف إيه؟ كانوا يطلع أقولوا الكلام ده صح؟ دلوقتي هل يجرؤ هل يجرؤ أي موظف فيهم أنه يطلع بس يهمس؟ مش هقول لك يشتم لا يطلع يقول ليه يا جماعة؟ هل عمري يطلع يقدر يطلع كده بصوته بطريقته التمثيلية الجميلة؟ يقول ليه حديقة اللوتس؟ ليه بتجرفوها ليه؟ يقدر يطلع يعمل كده؟ والله ده سؤال يعني يا ريت يقول لنا يا جماعة ليه كانت المرجلة أيام ما كانت المرجلة ببلاش؟ سهلة؟ وليه دلوقتي المرجلة لما لها تمن يعني مش شايفينها؟ برضو ده سؤال مهم نشوف تغليدة تانية ليه لأستاذ محمد عبد الرحمن؟ بيقول ليه محمد؟ بيقول التطار أعداء الجمال محبوا الخرسانة المسلحة قرروا يهدموا حديقة اللوتس اللي في مدينة نصر وبناء إعمارات وكافيات مكانها دي أول خطوة للاستيلاء على مدينة نصر كلها بعد تهجير أهلها سيسي خربها والتغيير قرار طيب نشوف تغليدة أخيرة من أم المصريين بتقول إيه؟ أو سلمة بتقوله بعد تجريف حديقة أنطنيادس يأتي الدور على إعدام حديقة اللوتس أكبر حديقة في مدينة نصر في حملة إعدام مئة مليون شجرة لا أعلم لماذا كل هذا الخراب وقتل الأشجار ألم تكتفوا من قتل البشر فجاء الدور على الشجر حسبنا الله ونعم الوكيل الرسالة الأخيرة دي الحقيقة هي ختام بتاع الفقرة دي أنتوا مكتفتوش من قتل البشر فدخلتوا على الشجر هذا الرجل هذا النظام جاء ليدمر الأخضر واليابس في مصر ترجمة نانسي قنقر